موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذا الموجز الإخباري نقدمه لكم من قناة شوف تيفي نبدوه إذن بعيد الاستقلال الوطني حيث يخلد الشعب المغربي اليوم الثلاثاء الثامن عشر نوانبر الجاري الذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال والذي جسد أسمى معاني التلحم بين العرش العلوي والشعب المغربي في ملحمة الكفاح الوطني بغيطة طرد المستعمر وتحقيق حرية واستقلال الوطن عيد إذن يستحضر فيه المغرب بطولات خالدة في تاريخه المليء بالبطولات وفرصة للترحم على أرواح شهداء الوطن لنعود في تفاصيل أو فر عن هذه المناسبة في نشرة الحصاد اليومي وإلى خبر آخر في علاقة بإصلاح صندوق التقاعد قال مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إن إصلاح نظام التقاعد في المغرب بات أمرا ملحا وأضاف رئيس البعت الاستشارية في الصندوق جان فخونسوى دوين على هامش مؤتمر في الرباط أن صنادق نظام التقاعد تراكم العجز وتابع أن نظام التقاعد يزداد هجاشة يوما بعد يوم مشيرا إلى أن الإصلاحات التي وصفها بأنها مهمة يجب أن ترسخ استمرارية نظام التقاعد وتوسيع تغطيته ليشمل مزيدا من المواطنين وكانت الحكومة ضمنت مشروع الموازنة إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما إلى 65 عاما وترفض نقابات عدة رفع سن التقاعد وقد خاضت إضرابا عاما في 29 أكتوبر المنصر في حين ردت الحكومة بالقول أنها لا تفهم دوافع هذه الاحتجاجات وفي علاقة بالطاقة ببلدنا أجرى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبدالقادر عمارة أمس الاثنين بالرباط مباحثات مع الرئيس المدير العام لشركة البترول والغاز كوسموس إنيغجي وتمحورة المباحثات التي جرت بحضور المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن أمينة بن خضراء مسؤولي الشركة حول عمليات التنقيب عن النفط التي تقوم بها هذه الشركة الأمريكية بالمغرب وأبرز الوزير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المباحثات شكلت مناسبة للوقوف على التقدم المحرز بشأن عمليات الحفر التي تقوم شركة كوسموس إنيغجي بالمغرب وكذا استعراض تطور روابط التعاون القائمة بين الطرفين وإلى الخبر الدولي حتى تبكن فلسطينيان من اقتحام معهد ديني في منطقة هارنوف في القدس المحتلة صباح اليوم الثلاثة وتنفيذ عملية طعن وقتل خمسة إسرائيليين وأصيب عدد أخر بجروح وصفت بالخطر على إتر العملية فيما استشهد منفذ العملية ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر إسرائيلية أن فلسطينيين اقتحم معهدا دينيا يهوديا في معهد هارنوف في ديري ياسين غرب القدس قرب مكان استشهاد الشاب الفلسطيني الرموني وما أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين على الأقل وإصابة خمسة آخرين بجراح متفوتت الخطورة وحسب مصادر إسرائيلية فإن منفذ العملية من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فيما لم يصدر عن الجبهة الشعبية أي بيان رسمي بتبني العملية وإلى الورقة الرياضية نخصصها للحديث عن المنجزات التي شهدها المغرب منذ استقلاله سنة 1956 ويوضح بهذا الخصوص المحلل الرياضي زكريا بن جلون أن المغرب عرف مجموعة من الإنجازات في عدة رياضات كرة القدم، ألعاب القوى ورياضة التنس وغيرها من الرياضات مبرزا في الوقت ذاتها أن الراية الوطنية رفعت في الستينيات عندما تمكن المغربي عبدالسلام الراضي من حصد أول ميدالية أولمبية في دورة روما فضلا عن إنجازات المنتخب الوطني سنة 76 و86 و2004 وتأهله لكاس العالم لأربع مرات مضيفا أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة إنشاء مجموعة من الملاعب الوطنية ذات مواصفات عالمية كملعب مراكش وأدرار بأقادير وملعب تنجة وملعب فاس في حين جرى إصلاح مركب ملي عبدالله بالرباط كما أن هناك وعود بإنشاء ملعب في العاصمة الاقتصادية بالدار البيضاء إلى هنا ينتهي هذا الموجز الإخباري قدمونه لكم القناة شوف تيفي شكرا على تتبعكم وإلى فرصة قادمة بحول الله اشتركوا في القناة